رفع سقف مطالب المتظاهرين وعدم وجود سقف زمني لاستجابة الحكومة لمطالبهم في ظل وجود فرقاء سياسيين يعللون استمرار الأزمات بسبب مصالحهم الضيقة معطيات تحي بتدعيات مقلقة وخطيرة في العراق بحسب ما أوردته اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في تقريرها الدوري لجنة نفسها أكدت أن خطاب المرجعيات الدينية في العراق لم يرتقي للمستوى المطلوب الذي وصلت إليه رقعة التظاهرات في البلاد لا سيما بعد التزوير الكبير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أما تعامل العبادي مع المتظاهرين فقد أظهر تخبطا حقيقيا حيث وجه أوامره للقوات الحكومية بأن تكون على أهبة الاستعداد لقمع الاحتجاجات المطالبة بأبسط الحقوق الإنسانية ووصف المتظاهرين بالمندسين والمخربين ليعطي بعد ذلك وعودا للإصلاح سرعان ما تنصل عنها تخصيص الأموال لإنعاش الخدمات في البصرة وتوفير فرص عمل للعاطلين لم تكن إلا وعودا استخدمها العبادي لتخفيف من حدة التظاهرات مجلس محافظة البصرة من جانبه قال إن الحكومة في بغداد لم تنفذ عودها بحل أزمات المحافظة من حيث الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين ولم تقدم الحكومة أي تخصيصات مالية أو درجات وظيفية كما وعدت عند انطلاق تظاهرات في المحافظة مجلس البصرة كدان الوعود الحكومية بتوفير عشرة آلاف درجة وظيفية لسكان المحافظة وإكمال المشاريع الخدمية ما هي إلا محاولات واضحة لامتصاص نقمة الشارع يريد مصطاق الأحزاب